تونس أطلق عدد من العسكريين المتقاعدين في الجيش مبادرة وصفوها بأنها الأمل الأخير لإنقاذ تونس واقترحت المبادرة على الرئيس التونسي قيس سعيد إلقاء خطاب تجميعي في مجلس النواب يحضره كل الفرقاء السياسيين على أن يعقبه إيقاف فوري لكل حملات تبادل العنف والتشويه بين الأطراف السياسية وتقتضي المبادرة أيضا تزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسية الخلافية إلى حين التخلص من وباء كورونا والابتعاد عن شبح الإفلاس كما طالبت المبادرة بدعوة بجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كل من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنية في جلسة تخصص للتشاور بشأن ترتيبات إطلاق الحوار ومعنا من تونس مرأسون سيف الدين العامري سيف الدين في أي إطار يمكن وضع هذه المبادرة التي قدمها عسكريون متقاعدون هناك أزمة حدة تعصف بالبلاد متصلة بالسجال بشأن ملفات الفساد الوزراء الجدد والعلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية صحيح روبار الوضع ربما قد نجد لهذه الدعوة نوع من ليس المبرر وإنما قراءة ما لوجودها الدعوة تقول أنها الأمل الأخير في التفاصيل روباري لحد اللحظة طبعا هناك حيرة من المنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل في سياغة موقف واضح لأنها غير متعودة عن وجود مثل هذه الرتبة العسكرية حتى وإن كانت متقاعدة تتحدث في السياسة في تونس لأن الأمر غير مطروح في تونس منذ بناء الجمهورية التونسية أو دستور 1957 من ناحية أخرى سارع أحد قيادية النهضة عبدالطيف المكي لكتابة تدوينه طبعا يحذر فيها تدخل العسكريين حتى وإن كانوا متقاعدين في أشياء السياسي وكأنها النهضة بحسب خبراء معنية بشكل أو بآخر بحديث العسكريين هذا من ناحية أخرى طبعا خطاب ربما العميد مختار بالنصر الذي كتب تلك التدوينة والتي دعا فيها في أربع نقاط مؤسسات الدولة يعني المتداول الآن أن هؤلاء العسكريين لا يزالوا أو في دعوتهم ينضبطون إلى مؤسسات الدولة في البرلمان رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية يدعون إلى عدم الإقصاء يدعون إلى كلمة سواء بين الجميع للخروج من الأزمة تقييم هؤلاء العسكريين للأزمة قد يكون قريب لما يتداول في الشارع الآن التقييم يتحدث عن شبه إفلاس عن احتمال ولو بسيط بعدم إقراض صندوق النقد الدولي لتونس طبعا القرد الذي تطلبه تونس لأن الخزينة العامة للدولة تقريبا في حالة شبه إفلاس روبار الصراع السياسي على أشده لا يوجد تواصل بين مؤسسات الدولة الكبرى البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية هناك نوع من القطيعة والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم على إيقاع أزمة صحية أهم علمها غياب السرعة في اللقاح والبطء في عملية اللقاح طبعا التونسيون في الشارع التونسي يعانون هذه الحيرة والقلق واضح وبادن عليهم لذلك ربما من العادية ومن الطبيعي وجود مثل هذه التدخلات من عسكرين متقاعدين ناحية أخرى روبار إلى حد اللحظة التونسيون يعني ربما الجيش التونسي بعيد كل البعد عن الممارسة السياسية ليست له أي التقاليد في الممارسة السياسية ومن المستبعد بحسب خبراء أن يكون لهم أي علاقة بالممارسة السياسية في تونس مراسلنا سيف الدين العامري مباشرة من العاصمة التونسية